بعد ثلاثة أسابيع على معتبر زلزالاً امتخابياً جدد التونسيون اليوم الموعدة مع صناديق الاختراع هذه المرة لانتخابات تشريعية حاسمة في ظل مخاوفة من استمرار العزوف من جهة وما ستفرزه الصناديق من نتائج قد تؤدي إلى برلمان مشتت من جهة أخرى وبالنظر إلى أهمية مجلس نواب الشعب في النظام التونسي في تشكيل الحكومة في مرحلة أولى ثم المصادقة على مشاريع القوانين خلال الفترة النيابية القادمة يحتدم التنافس على الفوز بأغلبية المقاعد حتى تتشكل معالم الخارثة السياسية تحت قبة البرلمان وكما كان متوقعاً فقد أقبل كبار السن والكهول أولاً على مراكز الاختراع بل وتزاحموا فيما كان غياب الشباب لافتاً خلال الساعات الأولى للاختراع لتبلغ نسبة الإقبال 6.85% فقط غير أنها تقدمت بوتيرة أسرع في الساعات الأخيرة من يوم الانتخاب أما عن مسار الاقتراع فقد كانت عملية التصويت في مجملها تسير في الإطار القانوني وإن سجلت بعض الخروقات والتجاوزات من قبيل منع تواجد الملاحظين داخل مراكز الاقتراع أو تصويت بعض المرافقين لذوي الإعاقة في غير السياغ المعتمدة كما تداول بعض الملاحظين أخباراً عن توزيع الأموال في محيط مركز التصويت لاستمالة الناخبين بل تذهب إحدى المنظمات المراقبة إلى حد القول إن هيئة الانتخابات ستتخذ قراراً جريئاً في حق إحدى قائمات الاقتلاف لتلفزيون الغد حلمي بن سعيد تونس